السلام عليكم عشان اجيب معادلة الخط المستقيم المر بالنقطتين عليه اول حاجة بجيب الميل فرق الصادات على فرق السنات وبعد كده بعوض في العلاقة صد بيسوي ميم سين زائد جيم وبختار اي نقطة من عندي وليكن نقطة باء عوضت بيها خمسة اللي هي صد والميل اللي بطلعه بستة فيه اربعة زائد جيم وطلعت الجيم معادلة عادية خالص وتبقى المعادلة بتاعتي صد بيسوي ستة سين ناقص تسعة عشر ازاي نجيبها عن طريق الالة الحزبة من غير ما نعمل خطوات او ازاي لو احنا عملنا المسألة ازاي نخش على الالة الحزبة ونتأكد من الحل بتاعنا اول حاجة بنعمل مود ونختار كلمة تلاتة وبختار المعادلة بي اكس البي هنا هيبقى الميل عشان ناخد بالنا والل هو الحد المطلق او الجزء المقطوع المحور الصادات اللي هو اتنين هاختاره واحط اكس واي الاكسات هنا تلاتة واربعة اقول له تلاتة يساوي واربعة يساوي وبعد كده الواي بتاعتي سالب واحد يساوي وخمسة يساوي وبعد كده اشيل الكلام ده واقول له شفت واختار ستيت اللي هي واحد هنا وبعد كده اختار ر اي جي اللي هو الانحضار خمسة انا عايز الايه اختاره واحد يساوي سالب تسعتاشر اللي هو الجزء المقطوع من محور الصادات طب عايز البي اللي هو خمسة تاني واختار البي انا عايز المعامل اللي هو الميل زي ما احنا قلنا وقول له يساوي يطلع لستة يقوم معادلتي ستة سين ناقص كام تسعتاشر باستخدام الالة الحزبة الجديدة اي ار اكس بعمل اول حاجة مود او مينيو وعندي ستة اللي هي الاحصاء وهختار نفس الموضوع رقم اتنين اللي هي اي اكس بلاس اي اي بلاس بي اكس اللي هي رقم اتنين واحط قيم السين اللي هي تلاتة يساوي اربعة يساوي وبعد كده هطلع فوق احط قيم الصاد سالب واحد يساوي وخمسة يساوي بعد كده اشيل الكلام ده واقول له option وانزل تحت على ر اي جي اللي هو الانحضار برضو رقم تلاتة ويطلع ليه كل حاجة في صفحة واحدة هيلاقي مكتوب عندي حتى هو معرفني ان المعادلة اي بلاس بي واي بي اكس الواي اكوال اي بلاس بي اكس الاي هنا سالب تسعتاشر اللي هو الحد المطلق اللي هو في واحده والبي اللي هي ستة اللي هي اي الميل وده ازاي نجيب المعادلة بتاعتي باستخدام الالتين الحسبتين اشتركوا في القناة